السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم دعوة من قناة أسهل وأسهل على الوصفات حبيب ألبي أصدقاء القناة النهاردة معنا في الفيديو وصفات مختلفة لمشروبات لذيذة جدا وصحية وجديدة إن شاء الله تعجبكم تابعوا الأخر الفيديو لو أول مرة تشوفوا في القناة شتركوا معنا وفعلوا الجرس معنا كل يوم أفكار جديدة ووصفات سهلة وسريعة وما تنسيش تدعمينا باللايك أول وصفة زي ما أنتو شايفين معنا أنواع مختلفة من الشوكولاتات أي أنواع شوكولاتة أنت بتحبيه أو تفضليه في الخلاط هتضيفي ثلاث أنواع من الشوكولاتة وعليهم معلقتين كبر من الأيس كريم وكباية من الحليب وهنضيف معاهم آآ ثلاث قطع من البسكويت آآ السادة بسكويت الشاي السادة وهنضيف معاهم معلقة كبيرة من النوتلا ورشة جوست الهند وهنضربهم كويس في الخلاط ومعانا هنا آآ كرامل صوص الكرامل هنزين به الكباية قبل ما نضيف المشروب بتاعنا بالشكل ده كده وتقدري تستغني عن تزيينه بالكرامل عادي وهتضيفي المشروب بالشكل ده كده وتقدري تزيينيه آآ بالكريمة أو بالماشميلو وتزيينيه كمان بصوص الكرامل بالشكل ده كده مشروب لذيذ جدا وجميل ومغزي هيحبوا الأطفال جدا جربوا يعجبكوا جدا إن شاء الله الوصفة اللي بعد كده معانا معلقة من النشا هندوبها في شوية من الحليب في كباية معانا نص كيلو من الحليب في حلة على النار هنضيف آآ نص كيلو الحليب آآ على النار ومعانا آآ شوكولاتة آآ هن آآ أي شوكولاتة انت تحبيها هضي فيها للحليب والسكر على حسب الرغبة وتقليبها كويس جدا وبعد كده هتنزلي بمعلقة النشا اللي دوبتيها وتقليبي مع التقليب المستمر هيتقل شوية معاك الخليط بعد كده هضي فيه في كبيات وتزيينيه بالماشميلو بعد كده الوصفة اللي بعد كده معانا هنا في الخلط بتاعنا هنضيف آآ سبعين من الموز بالشكل ده وقطع من الاناناس واربع كطع من الاناناس وبعد كده هنضيف كباية من الحليب وهنضيف حبات من اللوز بالشكل ده كده وهنضرب الخليط كويس جدا في الخلط بالشكل ده كده عصير مغزي ولذيذ جدا جدا مجربوها يعجبكم ان شاء الله الوصفة اللي بعد كده معانا لبا رايب هنضيف عليه آآ قطع من الفواكه اي نوع فواكه متاحة عندك بتقدارية تستخدميها بالشكل ده كده هيكونوا مسلجين يعني الموز هيكون مسلج وقطع الفاكه هتكون مسلجة مع المشروب آآ اللبن آآ او الزبادي وهتفرغيه آآ واضفيه بالشكل ده كده وتقدميه معانا اللي بعد كده آآ من معانا الوصفة اللي بعد كده صحية جدا ولذيذة هتعجبكم جدا ان شاء الله جربوها عبقوا مقادرها عبارة عن اربع معالق كبار من بزور الشيا في الخلاط في الخلاط بتاعنا هنضيف اربع معالق كبار من بزور الشيا كباية من حليب اللوز او الحليب العادي اربع معالق كبار من العسل الابيض رشد فانيليا معلقتين كبار من الكاكاو البودر في كل ده في الخلاط بعد كده هنخلطهم كويس جدا في الخلاط بالشكل ده كده هيتلع الخليط تقيل معاك بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين بعد كده آآ هضي فيه في كوب بيت التقديم بالشكل ده كده بعد كده هضي فيه في التلاجة ساعة او ساعتين كده هسي في التلاجة بعد ما تخلطي ساعتين وبعد كده هتقدميه بقى يكون بارد وتقدمي معاك زيني بقطع الفواكه على الوش كده بالشكل ده كده او آآ المكسرات المجروشة وصفة صحية جدا جدا موكمتها الغذائية عالية جدا للجسم موزية وصحية جدا جربوها تعجبكم ان شاء الله الوصفة اللي بعد كده معانا كوباية من الحليب كبيرة هنضيف لها معلقة صغيرة من النشا وندوبها كويس جدا وعلى نار هدية جدا هنضيفها بعد كده هنضيف لها معلقة كبيرة من الكاكاو البودر ونقلب كويس جدا جدا على نار هدية زي ما انتم شايفين كده بعد كده هنضيف معلقتين من النوتلا ونقلب كويس جدا معلقتين كبار من النوتلا هنقلب كويس جدا جدا آآ شوية كده دقتين تلاتة على النار وبعد كده آآ هنضيفها في الكوبات ونقدمها مشروب كاكاو جميل جدا الوصفة اللي بعد كده معانا في الخلاط بقى هنضيف معلقة كبيرة من الشوكولاتة البودر ومعلقة من النسخة فيه البلاك بالشكل ده كده وربع فنجان من السكر هنضيفه عليهم وهنضيف عليهم زرف دريم ويب بالشكل ده كده وهنضيف كوباية من الحليب وهنخلطهم كويس جدا في الخلاط بالشكل ده كده معانا بقى الكوبات بتاعتنا اللي هنقدم فيها المشروب بتاعنا معانا شوكولاتة نوتلا هنضيف الكوباية بالشكل ده كده في النوتلا زي ما انتو شايفين كده وفي المكسرات المجروشة بتاعتنا بعد النوتلا هنضيفها في المكسرات المجروشة بالشكل ده كده وبعد كده هنضيف المشروب بتاعنا بالشكل ده كده وممكن نزينه بقطع الشوكولاتة والكريمة بالشكل ده كده زي ما انتو شايفين ان شاء الله الوصفات تعجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك وتابع معانا فيديو